اشتركوا في القناة نمشي بالشوارع مصر ونبص يمين وشمال حد فينا يصدق ان دي بلد طلع من صورتين حد فينا يصدق ان دي بلد بتحارب الارهاب بقالها عشر سنين حد فينا يصدق ان دي بلد حصل ليها مقاطعة افريقية وعربية ودولية وخرجت من كل ده حد فينا يصدق ان دي دولة الارهاب كان داخل وخارج وحواليها والبلاد حواليها بتتحارب وبتمضرب وهي وقفة وسبتة وبتثبت نفسها النهاردة معينا ومعاكم سيادة اللواء شبل عبدالجواد رئيس الشرطة العسكرية الاصبق وحاليا هو رئيس قطاع الامن في المنظمة العربية الافريقية ازاي حظاك يا فندم اهلا يا فندم اهلا بي عامل ايه الحمد لله النهاردة ان شاء الله عاوزين نبشر الشعب المصري كله بالانجازات الملموسة على الارض الواقع يمكن انا جان في الطريق كنت بقولك انا باجي من الشرقية في خمس ساعات الاول دلوقتي باجي في ساعتين اه اه فعاوزين نتكلم بقى الناس عن الانجازات الكبيرة اللي حصرت في البلد وازاي حضرتك واحنا هنشوف افتتاح المشاريع القومية الكبيرة اللي موجودة في مصر زي بور سعيد والانفاء اللي حصرت والطرق والكلام ده كله وتأثيرها على المناخ والاستثمار القوم بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير على مصر كلها وصباح العاشرة على كل مصر ومصر الان بتنهض الحقيقة وانا عاوز اقول يعني اذا كنا النهاردة بنتكلم عن الانجازات الكتيرة اللي حصلت في مصر واخيرها نفاقين عملاقين في شرق بور سعيد ومنظومة تأمين صح جديدة ومحور 30 يونيو الجديد الحقيقة اذا اتكلمنا عن النفاقين اللي موجودين اللي هم بطول 4 كيلو متر اسفل قناة السويس تحت المية ب42 متر فده شيء عظيم جدا نفذيته شركات مصرية 90% مصري و10% الاستعانة بالعمالة الاجنبية هذا المشروع العملاق العظيم وانا في خلال هذا الكلام بدعو كل الجامعات وكل مؤسسة ان تذهب الى هذا المكان لذي يرى ابنائها ما انجزه هذا الشعب على مدار اربع سنوات لان هذا الصرح العظيم الى ربط سينة بمصر حاجة مفخرة لا تقل ابدا عن انجازات كبيرة بالعكس انا عاوز اقول لحضرتك حاجة عن النفاقين دول لما تشوفهم في الحقيقة انت قدام حدث تاريخي النفاقين دول مش موجودين في العالم مش موجودين في العالم بجد النهاردة في ناس من الشعب تقول لك تب ليه مش في العالم تب ليه انتوا بتهولوا المواضيع لا احنا بلوكم روح وشوفوا بقى احنا ما بنهولش احنا بنقول من يريد ان يتحدث يذهب الى المكان يشوف بعينه لازم يشوف بص محدش حياة محدش حياة لازم يشوف بعينه عشان يقدر يعرف مصر فين واحنا بقينا فين من صورتين زي ما حضرتك قلت وتفضلت في بداية الحلقة بتاعت حضرتك روح الناس تتفرج لازم اخرج من بيتك وروح شوف عشان تعرف مصر كانت فين وبقت فين من الحاجات برضو اللي لمسناها في الانجازات اللي حصلت انا كان معي مبارع صديق مهندس بقول له الانجازات وانا كان يقال لي على فكرة اهم حاجة في الانجازات دي كنا احنا نبقى في الشارع مش كنا هنشتغل قال لي المشاريع دي شغالت كمية مهندسين وكمية شغالة احنا عميس هتترك معاك الحتة دي النفقين دول شغالوا كم عامل ستة الاف عامل واحد وعشرين شركة مصرية عشان الناس اللي بتردد كلام مش مظبوط واحد وعشرين شركة مصرية اشتغلوا باجمال ستة الاف عامل حجم ضخم جدا تعالى النهاردة نتكلم عن النفقين دول كده النفقين دول طول النافق اربعة كيلو تمام اربعة كيلو رايح واربعة كيلو جاي بيعدي الفين سيارة في الساعة يعني اربعين الف سيارة في اليوم النفقين عرض النفق حارطين كل حارة تلاتة ونص او تلاتة وتمانية من عشرة متر تمام عندك اربعة حارات طوارئ تمام عندك داخل النفق اما تشوف عشان كده بقول لازم الناس تشوف كل كيلو متر طريق عرضي بين النفق ده والنفق ده تمام مدة الاستغراق النفق ده سبع دقائق يعني انت هتعبر من الغرب للشارق او من الشارق للغرب في سبع دقائق تمام دي حاجة طيب يعني احنا كده زمان كان بالنسبة لنا بلاد الصعيد وسينة غرب يعني هم كانوا دايما حتى ده كان حامل عندهم حساسية او يعني يمكن فيلم الممر لما تكلموا على النقطة دي كانوا بيقولوا انتم مصروة واحنا بتوع سينة اه 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 اهمني فدلوقتي يعني يمكن الريس لمس حاجة زي دي يعني هو ده يمكن ده اللي كانت جامعات العربية بتلعب عليه ويشيل الحمية دي فيهم فاحنا دلوقتي بنتكلم يعني ده انجاز طلق انا منه بكم انجاز تشغيل شباب ربط المصريين ببعض شوف تشغيل شباب تمام اه ربط سينة عشان برضو هزا هزي الانفاق ردا على اللي بيرددوا ان سينة مش عارف صفقة القرن والكلام اللي متداول ده لا اللي عاوز يتفرج عن نفقين يتفضل يروح ويشوف مصر فين وها والنفقين دول عملوا ايه وهيعملوا ايه ده نفقين في برسعيد فيه نفقين في الاسماعيلية واعتقد خلال الايام اللي جاية حيبقى فيه نفق خاص بالسكة الحديد لربط سينة تاني بخطوط السكة الحديد طيب نخلص من النفق ده ندخل على محور 30 يونيو تمام او النفقين دول ندخل على محور 30 يونيو 30 يونيو ده محور فيه قطاع جنوبي وقطاع شمالي قطاع جنوبي واخد لحطة طريق الدول الساحلي رابط مع طريق الدول الساحلي الشمالي رابط مع طريق مصر اسماعيلية عند الكيلو 94 طيب ده عرضه طوله 95 كيلو وهو موازي لمحور قناة سويس طيب 95 كيلو دول ايه عملوا فينا ايه او فدونا في ايه فدونا في ايه استفدنا منهم ايه موضوع القهواجية بيقوله كده لا احنا استفدنا من دول ايه احنا بنستفيد ايه من الطرق اللي بيقول عاوزين نستفيد ايه من الطرق لا يوجد استثمار الا بالطرق الطرق اقامة مدن جديدة الطرق رابط مواني تمام رابط مواني طريق يعني السخنة مواني برصعيد كل المواني اتربطت بشبكة هذه الطرق خلت بالحضرتك لا يوجد استثمار من غير طرق لا يوجد بنية من غير طرق يعني لما بنتكلم ونقول ان الريس ما كانش بينام وان رجال الدولة واللوقات والجيش ما كانوش بينامه ده ناس درست جغرافية مصر انت شايف سيادت اللي هو بيتكلم ده دارس جغرافية مصر ده بيتكلم هنا في برصعيد وهنا في المحور يعني ناس درست جغرافية مصر ناس عارفها هي بتعمل ايه ناس عارفها هتفيدنا ازاي فالناس اللي قاعدة على القهوة تشرب شيشة وتشرب شاي وتشتم في البلاد دول هنستفيد ايه اتعلموا واستفيدوا وتستفيدوا من الخبرات دي لازم نقول لمحور 30 يون النهاردة وفر يعني خلي بالك برضه انا عاوز اضيف حتة كمان ان النافق ده مربوط بمحاور على المحور النفقين مربوطين بمحاور على المحور النهاردة حضرتك تقدر تيجي من برصعيد للكاهرة في خمسة وصاعة ونص اللي كيه بتاخد خمس ساعات زي الشرقية زي الشرقية وما تسأل ناس من الشرقية يقولك لا احنا الدنيا لا احنا بقينا الموضوع بالنسبة لنا بقى اسهل طيب عاوزين نقول كمان النفق ده كلف قد ايه ومن اللي عمله كام كبر عليه الهيئة العامة للطرق الكباري وجهاز تنمية المجتمعات وجهاز تنمية سينة الناس دي عشان برضو الناس اللي بتردد كلام ملوش لازمة لازم تعرف ان هذه الشركات واحد وعشرين شركة قاموا بانشاء هذا الكلام فلازم الناس تمشي عرض المحور ثلاثين يونيو كامت تمانين متر تمانين متر يعني تقريبا ثمان حارات ثمان حارات منهم اتنين حارة اللي هم الخدمة أو ستة يعني هم سأقول لك نقل حضرية مش ممكن نقل حضرية رائعة وبدعوا بدعوا اجهزة الاعلام من خلال هذا البرنامج ان تصلت الضوء على هذه المشروعات سواء الفضائيات وسواء التلفزيون المصري لابد من تصلية الضوء على هذه المشروعات عشان الناس تعرف عشان الناس تعي عشان الناس تدرك ما نحن فيه الآن من حضارة وتطور وتنمية واستثمار احنا بنبني بلد جديدة كم فلا بنبني بلد جديدة الحقيقة اه من اول و جديد انت عارف المشروع ده بقاله كم سنة تمام بقاله 15 سنة موجود ولم ينفس 15 سنة موجود هذا المشروع محسوس في الدرج ما فيش تمويل اه ولكن الحقيقة القيادة السياسية عندنا اه لأ وعيال ده قوي ونفزت وبتنفذ وحتنفذ هذا الكلام طيب احنا عاوزين نخش بقى بعد اذن حضرتك هضيف حاجة واحدة كمان تمام ده تاني مشروع في في بورسعيد تمام المشروع التالت وهو منظومة التأمين الصحي الشاملة الشاملة كنت سلك عليها اه اللي فيه بورسعيد اه اللي اطلقها ست الريس وقال حنبدأ بورسعيد من شهر يوليو الماضي انا عاوز اقول بس حاجة صغيرة اتفضل بالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الريس ما بيباليش هالوحدها احنا عندنا فيروس سي اللي حصلت وعندنا حاليا شغالة مبادرة السامعيات اللي هم من سن اللي هم الأطفال الصغيرين من سن من سن يوم في الولادة لسن عشر سنوات على مراحل تمام في مجال الصحة في مجال الصحة في مجال الصحة في حالك بقى كلمنا عن الكلام دي بقى باستفقد انا بس بعرف الناس ان الدولة بتحارب والله العظيم الدولة بتبني يعني بنتكلم في مجال الصحة بس خمس مبادرات شغالين في نفس الوقت انا اواخد بس التلات مشاريع العملاقة اللي تفتحوا في بورسعيد منظومة تأمين الصحة دي اللي أطلقها الرئيس رسميا في بورسعيد من يومين تسجيل كم مواطن خمس مبادر خمسين ألف تمام من إجمال 920 ألف تمام أصبح هناك في بورسعيد وديتكلم عنها ناس بتوعي الصحة لكن أنا هقولك في الإجمال العام هناك مستشفى القلب تحت إشراف الدكتور مجد يعقوب إن شاء الله دي تخدم التلاتة مدن قناة تمام عندنا مستشفى الأمرام وعملة بروتوكول تعاون مع سبعة وخمسين بدل ما الطفل يسافر أو يعاني رايحهاي هل نتكلم عن بورسعيد مش القاهرة أنا بتكلم عن بورسعيد محافظة كانت مهمشة أو كانت محدش بيالتفت لها بس محافظة لها تاريخ لها تاريخ طبعا وبورسعيد يعني يمكن هي من كانت من عملية الاقتصاد في مصر فترة من الفترات أنا بتكلم إن إحنا جالنا فترة كانت مهمشة وفترة يا ناس كتنسق مدن القناة وفترة كتنسق في الكلام دي أحنا متكلم عن بورسعيد مش القاهرة والجيزة أخذ بال حضرتها تمام مستشفى للأوراق تمام مستشفى للقلب تمام في الثلاث مشاريع القومية العملاقة ونرجو أن تنالي السويس هذا الكلام لأن شعب السويس شعب عظيم جدا وشعب له تاريخ وشعب يعني مدن القناة دون نسوا بيوتهم وحاجروا زمان اسمع لي برضو النفقين اللي فيها ومحور قناة السويس تشغالك وياس قوي وإن شاء الله السويس حالك عارفة عجبني إيه في القادة السياسية المنهجية يعني دايما والله ده حاجة أنا نمسها حتى في الشو المنهجية خطة سابتة وخطة معمولة وبرنامج الرئيس ماشي عليه هو حطه لنفسه يعني هو اتحدى نفسه وتحدى الناس صحيح فاهمني؟ اتحدى نفسه وتحدى الناس اللي جوه قبل اللي بره فانعجبني المنهجية تعالي على المستوى برضو قبل ما ننتقل بقى نعرف النساء تجاوز السؤال سؤال تاني تعالي بقى نشوف القمر المصري اللي أطلق في نفس التوئيد تمام آه اللي هو طيبة واحد تمام أين نحن من ده محدش بتكلم لابد لابد من تصريط الضوء حتى يعي المواطن هذا الكلام وحجم ما يفعله الرئيس عارف أهم حاجة ايه؟ ان قنوات الإخوان شوية المرتزق واللي بره قفلين بهم خالص يعني حاجات دي ما بتكلموش هم بيتكلموا عن السلبيات وده شيء ما يهمناش اه اه اقصد الايجابيات اللي بتحصل ما بتكلموش وما ده كلام ما يهمناش لان دول ماس عندهم يعني اعاقة وكاننا بقى اعلامنا يشتغل بقى اعلامنا يشتغل يصلت الضوء على المشاعرات القومية العظيمة يعني تلات مشاريع تلات مشاريع اه وامر صناعي يبقى دي ده غير الصحة ده غير الصحة ده غير ده غير ده غير ده غير احنا عاوزين نقول للناس كلها والشعب المصري هو الأساس في ده وره مستفيد هو عشان نقول الشعب المصري هو شعب واعي وشعب قدرك دلوقتي ما تقدرش تحك عليه صح يعني الشعب المصري بقى عنده واعي النهاردة ما تقدرش تضحك على الشعب المصري وتقول له أصلي لا فهم صح بقى عنده واعي بقى عنده رؤية وعارف من اللي بقى شايف عارف مدرك النهاردة شايف كل حاجة بس عاوزين نقول له تعال بقى شوف على الطبيعة عاوزين نقول له انزل وشوف مش عاوزين تقعد وتتفرج تتفرج لا احنا عاوزينك انت تبسط بدا عاوزينك تفخر بهذه الدولة وفعلا مصر بتنهض فعلا بجد انا بقول هذا الكلام الشعب المصري ووراه حكومة وشعب وشعب والشعب الاول شعب المصري اللي نفذ شعب المصري اللي قده النهاردة هو مين اللي نفذ المشاعات دي الشباب المصريين انا صحي انا اشغال فيه ابنائنا ابنائنا الشباب المهندسين والعمال ستة الاف تمام واستطاعوا وباقتدار ستة الاف مشروعوا واحد مشروع واحد وباقتدار تنفيذ هذا المشروع العملاق يعني انا يمكن سيادة اللي هو صالة الضوء على حاجات الناس كتير مننا مش شعب المصري ممكنش اخذ المالهم منهم الناس اللي ما بتخرجش ما بتسافرش ما بتحركش احنا بس عاوزين نقول كلمة للناس والله العظيم القيادة ما بتنامش الناس دي ما بتنامش الناس دي غير انها بتحمينا وبتحمي حدودنا وبتحمي بلدنا الناس دي بتبني النهاردة محافظة بورسعيد وزي السويس يعني كان نمكن صاحب المهندس مبارح كان بيقول احنا نمشتغل في القرى الاكثر احتياجا يعني القرى الاكثر احتياجا بيعملوا فيها طرق الغاز الطبيعي اللي وصل عندنا في الشرقية والمنصورة وفي الارياف ودخل كل بيت مشروقة طيبة الأمر الصناعي عشان الاتصالات وعشان الموبايلات منظمة الصحة المشاريع ياريت نفوق نقف جنب البلد نبقى كلنا حاجة واحدة نبقى كلنا ايد واحد نبقى كلنا رجل واحد بدافع عن البلد دي سيادة اللي هو عاوناين بقى نتكلم عن ايه الحاجة اللي هتفيدنا في مكافحة الارهاب من المشاريع دي بقى يعني احنا دلوقت عملنا مشاريع الارهابيين بقى المرتزقة او زي ما بحب أسمهم الصيعة لا مش الصيعة بصة بصة ساعة اللواء انا دايما ده راجل ارهابي بيرهب الناس ارهابي دي جاء ان هو بيرهب الناس فده راجل ما بيشتغلش هو اتعاود نوعا بيرتزق اموال عشان يهد في فلده فالناس دي بقى المشاريع العملاقة دي هتحل مشاكلهم النفسية ازاي الاول ونحل مشاكلهم ازاي مشاكل مين بتاعت الارهابيين عشان يهد في ارهابي احنا عاوزين عاوز اقول لحضرتك حاجة في الحتة دي الصيع ده اللي حضراتك بتقول عليه ده يبقى وقف على ناصية لكن ده راجل ده راجل متضرب كويس قوي فاهمه وبيعمل ايه كويس قوي راجل بتساعده دول راجل ممول ممول ما يهموش وطن ولا دين ولا يعرف حاجة عن الاوطان صح فبالتالي لن ينال لن ينال الارهاب من مصر انا بقولهاك صراحة طمام ولا مش من مصر بس وعمري ما شفت على مستوى التاريخ نال الارهاب من دول صح خدت بالك اه بيوقفوا استثماروا وبتاعه ولكن لا مش مصر لا مش مصر لا مصر بشعبها وجيش وشورط انا بقول بشعبها وجيش وشرطتها لن ينال الارهاب من هزه الدولة العظيمة مصر اصلي مصر انت بتتكلم عن مصر دولة لها تاريخ ودولة زاد سيادة ودولة شعبها انا عاوز اقولك حاجة بالمناسبة دي هذا الشعب اللي قام باعظم ثورة في العصر الحديث وثورة الثلاثين يوم رفض حكم ديكتاتوري فاشل بعد سن اما تيجي تقولي لا الشعب لا حقولك الشعب المصري كله نزل عنده رؤية اه وطلع وشاف فده اللي يطلع يعمل كده اللي يشيل جماعة ارهابية بالكامل بقى لها مئة سنة في مصر بقى لها تمانين سنة بتعد نفسها لهذا اليوم لا قادر يعمل اي شيء شعب المصري قادر على كل شيء وشوف علماءنا في كل حتة شوف علماءنا في الداخل شوف اللي نفذ الطرق ده مامانس مصري تمام شوف الانفاء دي مامانس مصر شوف كل المشاريع دي مامانسين مصريين اذا المصري قادر فما تيجي تقولي الارهاب النهاردة هنعمل لا لا مش في مصر مش في مصر اللي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى مش في سينة ارض الديانات وارض الحضارات دي ارض مباركة لن ينال منها احد طب يا سينة اكيد استفادت من القصة طبعا احنا احنا كمان عاوزين نعرف بقى ايه الاستفادة اللي سينة استفادتها او الحاجات اللي هتود على سينة اللي كانت بقى ايه زي ما نقول مرتع لكل واحد ارهابي يهرب يروح يقعد هناك زمان ايام ما كانت لسه معزولة دلوقتي الدم لده او الخراج ده اللي احنا فتحناه ونضطناه وجهزناه استفاد ايه بقى شوف النهاردة سينة هيبقى حركة الاستثمار فيها اسهل في المرور ريح جاي انا كان زمان ما عندناش غير نفق احمد شهد احمد حمد انا بنعفوا قدامه مدة طويلة وبالتالي كان بيعوق حركة المستثمر وبالتالي سينة كانت الى حد ما مش مربوطة قوي النهاردة اصبحت سينة تروح وتيجي زي ما كأنك ريح مثلا طنطة او ريح مش عالف ايه او الكلام ده كله هذا الكلام هيساهل على المستثمر هيساهل على كل المصانع اللي موجودة في سينة هيساهل على جامعاتنا اللي موجودة في سينة هيساهل على شبابنا وسكاننا اللي موجودين في سينة اصبحت النهاردة الدنيا مفتوحة لكن برضو من دون حاجة اعملها انا هنا بيتي في الهرم لو حد دعوز يجي من سينة يشوف الاهرمات في نفسهم هي رافيج الاول كانت بالنسبة للعائق لازم طيارة ولازم حجز ولازم قصة يام هيعطل في الطريق دلوقتي انت بتتكلم اوه بسياحة يعني هيطلع من سينة يبقى في سينة يجي يتفرج على الاهرمات يعرف يروح مثلا منطقة زي السويس زي بور سعيد ده كله انا بنربط بلد شبه في الطرق بطربط بلد ده جذب الاستثمار كمان تمام اللي حصل ده جذب الاستثمار الاجنبي وجذب الاستثمار المحلي في هذه المنطقة واعتقد في الفترة الاخيرة عملوا مبادرة للشباب بانه هيتملك في سينة ارض وبيت وكلام ده كله وانا بوجه كلامي من هنا من مكان ده بقول لابد من دفع اكتر من عشر او عشر او تلاتين الف من الشباب المصري اللي قاعد هنا يطلع على سينة يستلم ارض وان يكون مشمولا بمدارس واوة وحتى يستطيع ان يتعايش حتى ندمج المجتمع السينوي مع المجتمع المصري وما نسمعش بقى كلمة أصداد سينوي أصداد يابور سعيدي انا عاوزين نخلص من هذه التفرقة او الحتة اللي احنا دايما نقولها عاوزين ندمج شبابنا مع هذه القطعة العزيزة من ارضنا الطيبة عاوزين بقى منك كلمة اخيرة لجماعة الاخوة احنا كنا هنعملوا سؤال لوحد بس الوقت مش هيسمع كلمة ليهم هي جماعة ارهابية بقول لهم لن تنالوا لانتم ولا اللي بيساعدكم ولا اللي بيدعمكم من هذه الدولة تمام موتوا غيظا وحقدا وكرها لهذا الوطن والله انا انا بيضم صوت صوت سيادة اللواء يعني للمرتزقة اللي بتجرب عيالهم وبناتهم وهم وهم لا يعرفوا عن الاسلام سوى اسمه وانا بقولها من مكان على الهوى هؤلاء لا يعرفوا عن الاسلام سوى اسمه هما أرخص حاجة عندهم نفسهم وعيالهم وبيوتهم وبناتهم دول بيتجرب بالدموع بيتجرب السهوكة يتجرب وعارفة اليهود الهولوكوست يعملين نفسهم ضحايا في كل حاجة هما بس اللي ضحايا الناس كلها جنات وهم اللي ضحايا دايما برنامجنا بيكون فيه كوادر زي ست اللواء وان شاء الله استنوني كل اسبوع وان شاء الله حلم جديد وطموح جديد وإنجاز جديد للبلد والولاد البلد يعني كنا معاودينكم كل حلقة بي نجيب حد ناجح النهاردة جبنا بلد ناجحة جبنا مصر دولة وسط حروب أهلية وحروب دول وحروب تأسيم وخطط تأسيم ولادها هما اللي وقفين جنبها ولادها هما اللي حميانها كونوا مع بلدكم كونوا مع جيشكم كونوا مع أخواتكم اللي على الحدود واللي بيحموكم جوه مصر الناس دي بالضحي سيادة اللواء بيخدم مصر وبيخدم مصر وهيخدم مصر ما تواناش لما تكرمنا معنا عشان نتكلم عن مشاريع مصر ما تأخرش عينا لحظة وجاء لنا من صفر خليكم في ظهر بلدكم خليكم مع أخواتكم إحنا معاكم والبلد معاكم وهتدعمكم وإن شاء الله هنفضل نقول تحيا مصر تحيا مصر لكل دولة عربية تحيا مصر لعالم كله عاشة مصر مكافحة للإرهاب السنون الخميسة جاي إن شاء الله الساعة 10 و 3 صباحا في برنامجكم العاشرة صباحا وحلقة جديدة وضيف جديد وإنجاز جديد مع السلامة